أقول لك حلقة حاجة تشرحاننا فنياً برد خروج المنتخب التونسي النهاردة بالكورة قدام ضغط مش طبيعاً للمنتخب الناجيلي المنتخب الناجيلي زي مباراة مصر بيضغط بطول الملعب طول الوقت المنتخب التونس كان بيعرفيه خروج من الكورة وده جالباً اللي هنواجهه في مواجهة كوديفور احنا عندنا مشكلة في الكوصلة عندنا مشكلة كبيرة بقى مشكلة كبيرة يعني هنشرح على المباراة الأولانية ترزيجيه زي ما قلت لك مش جاهز ومش هيقدر ينزل يستلم الكورة عشان يطلع بيها انني ما عندوش دي انني عندو ان هو يستلم من مركز الستة وبعدين يبتدي لعب الناس هو ما عندوش ان هو يبقى تمانية وينزل يستلم مش هيعرف لان المفروض دي مشكلة كبيرة جداً احنا يمكن عندنا كمان احنا خسرنا بشكل كبير جداً جداً لعيب كان مفروض هو اللي بيعمل الحتة دي هو اللي كنت تسند عليه المدافعين بيسندوا عليه اذا كان حجازي او اذا كان الوينش او اذا كان اكرم او اذا كان احمد فتوح بيسندوا عليه عشان هو يطلع بكورة اللي هو افشا افشا في اخر موسمين يا كريم هو من افضل اللعيبة اللي موجودة مثلاً في مصر كصنع لعب وفي نفس الوقت كمان حتى هو كمان عشان ما نقولش بس الدور المحلي بس حتى في مباراة منتخب مع حسام البادري نفس الوقت مع النادي الاهلي في كل المباراة الافريقية اللي لعبها كان مفتاح لعب وبيعرف يطلع بالكورة بيعرف يقف على الكورة عشان يطلع الناس ويشغل الناس يعني هو كمان بيعمل لك حتة الاستحواز لكن احنا بقالنا ثلاث مباريات احنا مش حارفين نحدد احنا في المباراة الاولانية مباراة ناجيريا يا كريم رغم ان احنا اخطأنا مثلاً ودينا محمد صلاح كمهاجم ورغم ذلك محمد صلاح طبعاً قد كده وكل لعبنا كان من حجازي ومن الوينشي ومن الشناوي عالي طب الصلاح هيتعامل مع الكورات العالية دي ازاي صحيح فانت خسرت حاجة مهمة جداً كان في اسلوب لعبنا طب نتعامل ازاي مع المباراة اللي جاية في دوق ده احنا الحد دلوقتي فعلاً في الثلاث مباريات عندنا مشكلة حتى المباريات اللي زي غينيا بيساوي سودان المباريات السهلة خروجنا بالكورة في مشكلة مش موجود ما بنعرفش نخرج بالكورة عشان كده على طول يعني تمريرة او اتنين وتلاقي كورة محطوطة طويلة طويلة على محمد صلاح الطويلة على مصطفى محمد ودي مشكلة كبيرة جداً يعني لازم يبقى فيه زي ما قلت لك لان طبعاً احنا بالنسبة للتلاتة بتعوص ملعب دلمهمين جداً احنا لو حطينا النني ستة لان النني برضو يمكن عنده فيه ميزة من افضل اللعبة اللي بيعمله مساندات في المساحات الصغيرة يعني يعملك الباص وياخد تاني ويحط هنا بس في مركز ستة ويبقى قدامه زيزو ناحية اليمين والسلية ناحية الشمال انت التلاتة دولت هيتطلعوك هتقدر تطلع عليهم تقدر تطلع على النني تقدر تطلع على زيزو تقدر تطلع على السلية اللي هو بيعتبره انا بحب بسأل يعني تقريباً المحرك بتبقى معايا اكتر حد بسأله السلاف ان هي عمركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة